بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد ما زال حديثنا عن ثمرات العمل الصالح وقد جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان انظروا إلى هذه الأقوال الطيبة وإلى هذه الأعمال الصالحة الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض ثم قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور نور في قلبك ونور يضيء لك حياتك ونور يضيء لك في قبرك ونور يضيء لك يوم القيامة والصبر ضياء والصدقة برهان ما معنى والصدقة برهان أن الإنسان لا ينفق ولا يخرج من جيبه إلا إذا علم بالجزاء الذي هو عند الله إذا علم أن الله سيضاعف له الحسنة إلى أضعاف كثيرة إذا علم أن الله قد وعده بالجزاء الأوفى الصدقة برهان دليل على صدق إيمانك والقرآن حجة لك أو عليك فالأعمال الصالحة تعود على صاحبها وقد قال العلماء هذه الأعضاء ينبغي على الإنسان أن يحفظها في حال شبابه بمعنى أن يستخدم جوارحه في طاعة الله فمن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في كبر سنه وهذا أبو الطيب الطبري كان مرة مع جماعة فوس أبا وسبة أي قفز قفزة لا يفعلها إلا الشباب وكان قد جاوز المئة من عمره فقالوا له يا أبو الطيب تفعل هذا وأنت في هذا السن فقال أبو الطيب الطبري هذه جوارح وأعضاء حفظناها في الصغر يعني حفظناها عن المعاصي واستخدمناها في طاعة الله فحفظها الله علينا في الكبر جاء مرة إنسان من بلاد الشام إلى المدينة المنورة انظروا إلى هذه المسافة من بلاد الشام إلى المدينة المنورة يسأل عن من؟ يسأل عن الفقيه عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أرضاه فقيه المدينة وزاهدها وعابدها وذلك أنه رأى رؤيا أن صفوان بن سليم قد دخل الجنة بساء بسبب قميص فقطع هذه المسافة من بلاد الشام إلى المدينة المنورة ليسأله عن سر هذا القميص فلما التقى به وقص عليه الرؤيا قال له صفوان بن سليم كنت أسير في ليلة باردة ووجدت فقيرا يشتكي من شدة البرد فخلعت قميصي وكسوته له فببركة هذا القميص وبسر هذه الصدقة الخفية وأنني قد أغثت فقيرا من البرد أراك الله هذه الرؤيا أنني قد دخلت الجنة بسبب هذا القميص فالأعمال الصالحة إنما تعود على صاحبها وأنت بالتقوى وبالعمل الصالح بإمكانك أن تطمئن على أولادك وعلى زوجتك وعلى أهلك بتقواك أنت وبعملك الصالح الله سبحانه وتعالى يطمئنك على أولادك وزوجتك وأهلك ولذلك قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إذا أردت أن تؤمن مستقبلهم وأن تطمئن عليهم بعد مماتك فعليك بالعمل الصالح فهذا بعض الصالحين يقول لولده إني لأزيد في صلاتي من أجلي يعني أزيد في قيام الليل أزيد في السنن والنوافل من أجلك أنت حتى أحفظ فيك حتى يحفظك الله ببركة صلاتي انظروا كيف يعلم ولده إني لأزيد في صلاتي من أجلك يقول لولده أقوم الليل وأكسر في الصلاة وأكسر في النوافل والسنن من أجلك حتى أحفظ فيك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وجاء في صورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة حفظ الله هذا الكنز للغلامين ببركة صلاح أبيهما كما قال ابن عباس حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمَا صَلَاحٍ يعني البركة امتدت إليهما من خلال أبيهما وقد قال محمد بن المنكدر وتأملوا هذا المعنى حتى تدركوا قيمة الأعمال الصالحة وحتى تدركوا قيمة التقوى وأنها تعود حتى على المجتمع ليس على أهلك وأولادك إنما تعود على المجتمع كله قال محمد بن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح يعني ببركته وببركة أعماله الصالحة ولده وولد ولده حتى الأحفاد والدويرات التي حوله البيوت التي حوله يحفظها الله بصلاحه وببركة أعماله الصالحة اللهم وفقنا للأعمال الصالحات ووفقنا لما تحبه وترضاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته